السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب بتكونوا بخير صباح الفل والنشاط على عيونكم والنهار ده معانا فيديو جديد وزاي ما انتوا شايفين هيبقى معانا فيديو روتين شاق وسهل وممتع ومتعب بس هيبقى حلو جد زاي ما انتوا شايفين كده القوضة بتاعت الاطفال عندي اخر كركبة ودهواسة والدنيا بايزة فيها خالص بس مش مشكلة كل ده هنعمله مع بعض وطبعا انا قلتلكو ان انا في حاجات كده معينة سايبها لقبل العيد مباشرة علشان خاطر معاها اطفال صغيرة ودايما بقى اللحواسة والشغبطة والشوكولاتة والحاجات دي كلها ما ينفعش ابدا ان انا اعملها قبل العيد بفترة زاي ما انتوا شايفين انا السطرة دي هما وقعوا يعني انا مش منزلها بمزاجي زاي ما انتوا شايفين هما كده شدنها ويه السطرة وقع هاي فقلت بقى ايه نعملوا القوضة النهاردة مع بعض طبعا احنا كنا نايمين فيها عشان كده القوضة بقى يعني ايه وطبعا كانوا اصلا ايسل ومحمد بيلعبوا فيها فتحسوا ان ايه يعني مكركبة خالص جدا زي ما انتوا شايفين كده حتى الشنطة اللي فيها لبس العيد كمان ما حطيتهاش في مكانها حطيتها كده في اول مكان قابلني لبس العيد بتاعهم يعني كل سنة وطيبين فالنهاردة بقى هنوضى بكل ده وكمان هنغير شكل القوضة خالص 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 اول حاجة بتديتي اعملها ايه بجيب كده المقشة علشان خاطر انزل كده طبعا السطرة فوق السرير فعشان انزلها بجيب المقشة اللي هي بتاعة المقشة العادية وبروح زقها الفوق كده المصورة الفوق بتروح وقع زي ما انتوا شفتوها كده وابتدي ان انا هتخلص من السطرة عادي جدا طبعا السطير هتتغسل وهي مش هتاخد نص ساعة على الحبل وهترجع تتنشر تاني وتبقى زي الفل وهبتدي ان انا نفض الشباكة انفيدة حلوة قوي بقى زي ما انتوا شايفين كده وطبعا هبيت الاستقف والاركام بتاعة القوضة بس طبعا محبيتش ان كل حاجة تبقى متكررة حبيت ان انا اجيب لكم لقطات سريعة حيث ان احنا ناخد باور ونتنشط مع بعض لان صدقوني انا بنتنشط جدا جدا بالفيديوهات دي من كلامكم وحبكم فيها من دعويكم ومن حبكم فيها ومن حبكم اللي انا بحسه والله ليا يعني في الفيديوهات ربنا يخليكم ليا ابتديت بقى على طول ان انا اشيل بقى الملاية من على السرير والمخدات والحاجات دي الكياس يعني وبعدين نفضت المرتبة كويس او ابتديت ان انا شيلها وطبعا احنا عملنا المرتبة مع بعض وغسلناها وهسيب لكم الفيديو بتاعها في نهاية الفيديو لو حابين تشوفوه وابتديت بقى ان انا ارفع كل حاجة من تحت السرير بالشكل اللي انتو شايفينه دوت علشان خاطر بقى اكنس جنب السرير وورا السرير طبعا المكان عندي ديق علشان خاطر كده ابتديت بقى ان انا اعمله جزء جزء فابتديت هنا بالسرير الجزء دوت بقى كان اكنس المكان اللي كمان بالشكل اللي انتو شايفينه ده حاسل عادي جدا بتاعنا اللي احنا بنعمله في بيوتنا كلنا وهلم شوية الطراب وبعد كده اهو طبعا الطراب ما شاء الله بسيط يعني مش اوفر دوت كده كلوروكس طبعا استخدمناي برضو مع بعض قبل كده في كذا حاجة انا حبيته جدا لان ريحته حلوة وكمان ما فيهوش مواد مبيضة انا عندي الدهام بتاعي بلاستيك بتاع الحوائط فعلشان خاطر كده استخدمت الكولوروكس بدون كلور طبعا نظافة وريحة بس بدون طبعا ما يأذي الحيطة عندي بزبونشة كده تكون جديدة تكون يعني لسه بصحتها لسه بصحتها ونعرف نستخدمها ابتدي ان انا اخسل بقى الحيطة بتاعتي طبعا الجزء اللي ده هو اللي ملاحوس مكان طبعا الولاد ما بتطلع تلعب ويتنططوا كده ربنا يقويهم يا رب ويخليهم لي ويخليلكو بكلكو اطفالكو يا رب فهو ده المكان اللي ملاحوس المكان بقى اللي فوق هعايز جدا هيتعمل وهوريكو برضو هعملو ازاي بكل سهولة شايفين بقى الكولوروكس خرج كل اللي في الحيطة ازاي وبقت بطبرق يلا بقى نشوف هنعمل الحيطة من فوق ازاي انا جبت كده المساحة بتاعت الرخام ما جبتش المساحة طبعا اللي في الحمام عمركم ما تعملوا بحاجة بالمساحة بتاعت الحمام يا جماعة بتبقى فيها بكتريا في الارض وحاجات كده فالمساحة بتاعت الرخام دي بتبقى نظيفة ومش متهانة وبتبقى محطوطة كده على الرخامة فأنا بفضلها في الحوائط ان انا امسح بيها الحيطة طبعا بيبقى لها تجويف كده بدخله في قلب المقاشة ايد المقاشة يعني وببتدي ان انا امسح بيه بقماشة طبعا بحطها في الفوطة في المية اللي هي بصابون او بالكلوروكس وبعدين بانشف او بشطفها بمية عادية وبعدين انشف قماشة نشفة واحنا في الصيف ممكن محتاجش قماشة نشفة خالص يعني هي بتنشف على طول لوحدها بالمية بتاعت المسيح استخدمت المنتج اللي هو الجنرال اللي احنا شفنا ده دلوقتي طبعا هو بريحة اللفندر وبيبقى حلو جدا جدا يا جماعة هبتدي بقى ان انا طبعا انا غسلت وراء السرير بس طبعا علشان مش هجيب كل حاجة او مش هقدر ان انا اجيب لكم كل حاجة في التصوير فانا عملت طبعا الكلام ده الوحدي غسلت الحيطة كلها من فوق من تحت وراء السرير والحيطة اللي في الجنب دي كمان وطبعا ابتديت امسح بالجنرال اللي هو بريحة اللفندر ده الجنب ده جدا جدا ريحة بتاعت اللفندر دي وطبعا هبتدي ان انا امسح تحت السرير كده زي ما انتو شايفين طبعا السرير ده تنفط كويس قوي وتلمع وتمسح بس زي ما اتفقنا اللي احنا عايزين نجيب مقتطفات سريعة ناخد منها باور ونتنشط بها وكمان علشان ما ضيعش وقتكو كتير لان احنا دلوقتي في زنق تعيد وفي وقت ديق فحبيت ان الفيديو ما يكونش طويل ابدا علشان ما تملوش هبتدي ان انا امسح وامسح كويس قوي قبل ما طبعا نرجع الحاجة في مكانها تاني بعد ما مسحت ابتديت بقى ان انا رجع الحاجة بتاعت السرير في مكانه وابتديت ان انا رجع الملل طبعا بعد ما اتمسحت كويس قوي بقموشة نظيفة وطبعا شان عليها اي غبر الطراب ولا اي حاجة وطبعا الموضوع سهل وبسيط والقضاء مش كبيرة محندقة كده وصغيرة على قد ايسر ومحمد علشان خاطر كده ايه هم صغيرين وهي على قدهم فهي مش متعبة الحمد لله هبتدي بقى ان انا رجع المرتبة تاني في مكانها زي ما انتم شايفين كده طبعا المفروض ان احنا كل ما بنيجي نشيل المرتبة بنقلبها على الوش التاني لو ما فيهاش وش صيفي ووش شتوي بتقلبيها بقى يعني كل مرة بتيجي تشيلها بتقلبيها الناحية التانية هنا بقى لست المعركة زي ما عملنا الناحية اللي هناك هنعمل الناحية اللي هنا اي حاجة مش في مكانها بقى هنرصها في مكانها هشيل بقى الستاير ديت او لغاية لما نيجي يرجع الستاير في مكانها او اللي هي البتوع بتوع الستاير دول قولوا معايا اسمهم ايه الموزير بتاعت الستاير وهبتدي ان انا طبق برضو الدفاية وهشيل الملايات خلاص علشان تتغسل او وهفض السرير بقى خالص علشان خاطر انقل بقى زي ما عملت الناحية التانية انقل المرتبة بقى والحاجات دي الناحية التانية والمولل والحاجات دي كلها ونظف تحت وهرجحهم تاني بعد ما اخسر الحطان ووكنس وكل اللي احنا عملناه هنعيده مرة كمان طبعا زي ما انتوا شفتوا السرير التاني انا شلت من تحتي كل حاجة لان طبعا وحدة الادراج او الدولاب اللي انا عملته الجديد الحمد لله رصيت في حاجات كتير يعني اخد معايا حاجات كتير فما احتاجش ان انا ارجع الحاجات دي تحت السرير تاني هنا بقى زي ما انتوا شايفين عايز اواريكم شكل الدولاب وشكل التسريحة هم عاملين ازاي طبعا احنا هنغيرهم هنغير اماكنهم علشان خاطر انا بصراحة اتضايقت خلاص اربع سنين يا جماعة بنفس المنظر فحبيت بقى ان انا جدد وخلتهم بالشكل ده دخلت الدولاب كده جنب الحيطة وجبت التسريحة برا مش عارفة حسيت ان القضة وسعت وحسيت ان هي كده بقت احلى مش عارفة قولوا لي رأيكم برضو سواء كده كانت احلى كده احلى ولا الاول كانت احلى بس انا حاسة ان هي قدت القضة وسع كده لما تحطوا جنب بعض وبقى شكلهم شيك يعني حلو وهبتدي بقى دلوقتي ان انا نرفع كل المشايات دي علشان خاطر هتتغسل خلاص احنا على مشارف العيد خلاص هنلموهم بقى علشان يتغسلوا وبعدين مكانهم او مكان بقى الدولاب طبعا انا قبل ما حطي الدولاب في مكانه برضو غسلت بنفس الخلطة وشطفت ومسحت الحطان ومسحت تحت الدولاب وكل الكلام ده عملته من تاني ما فاضلش بقى غير الحطة الفضية اللي قدام الدولاب والتسريحة هبتدي برضو ان انا اكنسها طبعا المكان عشان ديق بيتعمل على مراحل كل جزء الوحده لكن لو المكان ما شاء الله واسع معاك فمش هيتعبك يعني هيبقى المكان واسع وهتقدر انت تنقل يجب راحتك وترجعيها براحتك ومش هياخد معاك وقت بعد كده ما كانسنا خلاص هبتدي ان انا امسح القوضة بقى ايه المسحة الاخيرة كده ايه قبل ما خلاص نخرج منها زي ما انتو شايفين بالشكل ده وطبعا تحت الدوليب والحاجات دي كلها جي خلاص واتعمل دلوقتي خرقت بقى الملايات بعد ما خلاص الحمد لله القوضة كلها راقت والحمد لله بقت زي الفل هبتدي بقى ان انا خرج طقم الملايات دوت علشان افرشه على السرير شكله حلو كده وهادي وهبتدي بقى ان انا افرش بالطريقة المعتادة جدا نحن هندخل كده الملايات من الجناب علشان خاطر الجناب تمسكهم يعني بالشكل ده نضبط بقى الملايات ونضبط المخدات والاكياز بتاعة المخدات وطبعا بنتديها تنفيضة اخيرة قبل ما نفرش عليها اي حاجة بعد ما نقلنا الحاجة في مكانها الخلاص تنفيضة اخيرة كده قبل ما تفرش الملايات قبل ما تفرشي طبعا قبل ما تحطي الكياس في الخداديات وكده تبتدي برضو تنفضي المخدات بتاعتك تنفيضة حلوة لو هم فايبر ممكن تحطيهم في الغستلة لو محتاجين او مستدعين ان هم يتغسلوا ممكن تحطيهم في الغستلة ياخدوا دورة غسل وتنشريهم لغاية تاني يوم مش هياخدوا وقته بالعكس الفايبر بتاعهم كده هينفش ويرجع لها يشانه الاولاني فرشت كده خلاص السرير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده شايفين بقى شكله شكل القوضة بقى عامل ازاي وابتديت طبعا ان انا رجع الملايات الدفايات في اماكنها حطيت كده الدفاية دي هنا والدفاية دي هنا وده بقى شكل القوضة بعد الحمد لله ما انتهينا منها وخلصناها وشطبناها ولمعنا الخشب كله بملمع الخشب وطبعا نضفت الكمبيوتر ورجعته كده في مكانه تاني بالاشياء بتاعته بقى والتسريحة تزبطت من جهه من برا بس طبعا كان يوم كبير قوي فما حبيت ان انا اختصره معاكو في وقت قليل قوي علشان اصحاب البطاط ما يزعروش وحطيت هنا كده المكنسة زي ما انتم شايفين في اول القوضة لان انا كنت ببقى مداريها كده في الحتة الفضية ما بين الدولاب والتسريحة وهنا كده حطيت كيتي وحطيت كده زهرية كده بسيطة احنا عاملينها مع بعض فقات التدوير قبل كده وهنا كده الباب تلمع الحمد لله وبقى زي الفل وده شكل القوضة يا جماعة اتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهاردة عجبكو وفاتكو وطبعا ساعة لما جيت اطلع الحاجات اللي هي فوق الدولاب ديت انا طبعا كنت منظفة الدولاب فالموضوع ما اخدش معي الحمد لله وقت كبير قوي ولا مجهود زي ما اتفقنا اللي هو الموضوع كان حلو وممتع ومتعب ومرق بس يعني كان ماشي الحال الحمد لله ده مبدئيا قبل طبعا ما نفرش فرشة العيد انا فرشت كده ايه مبدئيا يعني الحاجات دي كده طبعا الارض الدنيا حر ومش هفرشها دلوقتي طبعا لسه المشيات هتتغسل وكده يعني والبيوت كلها بتاعت المصريين عمتا او العرب بتبقى كده فاضية كده شوية قبل العيد يومين تلاتة كده لغاية لما العيد يهل علينا ان شاء الله ونبتدي ان احنا نفرش الارضيات بقى والكلام الجميل ده كله اخر حاجة بقى هنبتدي ان احنا نديها رشة معطر كده قبل ما نخرج من القوضة شايفين شكل الزهورية اللي احنا عاملينها في عد تدوير حلوة او ازاي وطبعا رصة الدباديب بتاعت ايسل ومحمد الناحية التانية على الكمود جنب المبين السريرين يعني بيحبوا دايما يلعبوا فيهم وهو بالضبط بعد الفيديو ما خلص بخمس دقايق بعد ما خلص التصوير الدباديب دي كانت برة في الصالة عادي خالص بستخدم دلوقتي اللي هو المعطر اللي هو فريدة بريحة التوت شايفين بقى الحيطة بعد ما نشفت ما عادش فيها اي اثار لاي لحواسة خالص حتى ما شاء الله الحبر والشغبطة بتاعته القلم الرصاز كل ده الحمد لله طلع من اللي هو الكولوروكس اللي هو بدون كولور جميل قوي ورحته جميلة ورحته تحفة خلاص كده ابتدت ان انا رش كل حاجة في القوضة بالمعطر قبل ما نخرج منها ودي كده نظرة سريعة وكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى يارب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم واستفدتم منه وصباح الفل والنشاط على عيونكم اتمنى يكون الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم واخر حاجة ولهلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته